الحمد لله الذي نزل الفرقن على عبده ليكون للآن مين نذيرا أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدر أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه واستغفره واشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله بعثه الله هاديا وموشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة المؤمنون أيها الأخوة المؤمنات عنوان هذه الكلمة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا العفو أيها الأخوة الكرام العفو عن الناس والتجاوز عن الزلات والصفح عن الأخطاء صفات جلّة من صفات المؤمنين وآداب عظمى من آداب الإسلام وركائز كبرى من ركائز السعادة والخير في الدارين إنها مظهر من مظاهر الأدب الرفيع وألامة من علامات الخلق الكريم وسعة الصدر وحسن الظن بالله وباب عظيم من أبواب الأخلاق الجامعة والخصال الشريفة التي تنال بها الفضائل والمكارم وتحاز بها الغنائم والأجور وتؤمن بها الأعداوات والفتن وتدوم بها المحبة والإجلال وتدل على كمال النفس وشرفها أجل عباد الله إن العفو خلق الكرام وصفة العظمى من الناس الذين لا يحملون الحقد ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا بل يرجون الله والدار الآخرة ومن عرف بالعفو عن الناس والصف عن أخطائهم وزلاتهم سادا وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه وكثر حبه وأجله عند الله تعالى وعند خلقه وهو فوق هذا وذاك اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته فهو سبحانه الذي يعفو عن الخطايا والسيئات ويتجاوز عن المذنبئين من عباده ويغفر لهم ذنوبهم وإن عظمت ويومهل لهم ويدعوهم إلى التوبة والإحسان ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أصبر على أدن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم وعند أحمد في سند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل عفو يحب العفو وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألته ما تقول إن علمت أي ليلة ليلة قدر بقوله قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدائن الناس فكانوا يقول لفتاه إذا أتيث معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عننا فلقي الله فتجاوز عنه وفي رواية فقال الله أنا أحق بدا منك تجاوز عن عبده قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلغنا أن الله تعالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادي من كان له عند الله شيء فليقم فيقم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوه من الناس لقد ندب الله تعالى عباده إلى العفو وحثهم عليه ووعدهم بجزيل الأجر والثواب وجعل العفو في مقدمة صفات المتقين الصالحين من عباده فقال سبحانه والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأنت عفو أقرب لتقوى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مصطح ابن أثاث بنفع ولا ينفق عليه شيئا بعدما تولى نشر حديث الإفك في عائشة الذي اختراه المنافق عليها فلما نزلت براءتها ووقيم الحد على من أقيم عليه وطابت نفوس المؤمنين وتاب الله على من كان تكلم في ذلك من المؤمنين أرشد الله تعالى الصديق أرشده إلى العطف على قريبه ونسيبه مصطح والعفو عنه فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر وكان من المهاجرين في سبيل الله إلا أنه وقع فيما وقع فيه ثم أقيم عليه الحد وتاب الله عليه فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا ثم رجع ينفق على مصطح وقال والله لا أنزعها منه أبدا وأن لن تعفو ولا أن تعفو وألن يعفو الإنسان ويصفح فيكون له فض السرق إلى الخير وأجر العفو عن أخيه خير من أن يجاري الجهل المخطئين المخطئين من الناس حتى يصير مثلهم محروما من الفضل والأجر والخلق الحسن وربما تمادى معهم فناله الإتم والوزر وعاد عليه اللوم ورحم الله الإمام الشافعي حين قال قالوا سكت وقد خوص تقلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح فالعفو عن جاهل أو أحمق أذب نعم وفيه لصون العرض إصلاح إن الأسود لتخشى وهي صامتة والكلب يحثى ويرمى وهو نباح لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالث قال أعفو عنه في كل يوم سبعين مرة رواه أبو داود الترميدي بسند حسن وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عصرته يوم القيامة فاخد من أخيك العفو واغفر ذنوبه ولا تك في كل الأمور تعاتبه فالعفو عند المقدرة من صفات المؤمنين وخسال الأكرمين جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم له وخاصته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم الكثيرا والحمد لله رب العالمين